مرحبا أنا المهندس تمام دردات من مؤسسة خليفة رح نتكلم اليوم عن تطبيق جوجل كلاسروم جوجل كلاسروم هو عبارة عن صفوف افتراضية مجانية تسمح للمعلمين والطلاب للتعاون بينهم وتسمح للمعلمين بإنشاء الفصول الدراسية وإنشاء الواجبات والأسئلة والاختبارات وتسمح للمعلمين بمشاركة محتوى المادة الدراسية ماذا نحتاج للبدء باستخدام جوجل كلاسروم؟ نحتاج الاتصال بالإنترنت نحتاج جهاز حاسوب، هاتف ذكي أو تابلت ويحتاج المعلم إلى حساب جي سويت ويحتاج إلى حسابات الطلاب لإضافتها إلى الغرفة الصفية وأيضا نحتاج إلى قواعد وسياسات لإدارة الغرفة الصفية للدخول إلى جوجل كلاسروم هناك طريقتان الطريقة الأولى فتح المتصفح وكتابة classroom.google.com ومن ثم نختار الانتقال إلى التطبيق وإدخال اسم المستخدم وكلمات المرور الطريقة الأخرى عند فتح المتصفح نذهب إلى التسع نقاط الموجودة على يمين الشاشة نختار منها classroom ومن ثم ندخل اسم المستخدم وكلمات المرور تظهر الشاشة التالية نختار من خلالها استمرار أختار أنا معلم يقوم المعلم باختيار الزائد واختيار إنشاء صفوف أو create class يقوم المعلم بإدخال تفاصيل الغرفة الصفية الخاصة به ترجمة نانسي قنقر